حقيقة نظرك لا يتحملها لعيبة منتخب مصر ولا الجهاز الفني منتخب مصر في التوقيت ده لا معه الجزء من الجهاز الفني اللي انت بتختاره ما انت اللي بتقود دفة كرة في مصر انت اللي بتختار مدرب المنتخب انت لو تتخيل المدربين اللي جوم اخر كوبر واجيري اللي اتنين لما جوم منتخب مصر جابوهم ازاي مين متخصص جابهم انت ممكن تكون سيفيها كويس قوي ماهو فيه مدرب منتخب وفيه مدرب نادي يعني كابتن حسن شحاته على سبيل المثال ده مدرب منتخب لو اشتغل في أندية ما اشتغلش كويس واثبتت التجارب اللي كان في البداية بعدما ضرب منتخب خلاص بقى سيستم بتاعه كده ممكن كوبر يبقى مدرب نادي كويس او اجيري ممكن يبقى مدرب نادي لكن ميبقاش مدرب منتخب او كمان على سبيل المثال الفرق بين الاثنين ممكن توضحها في فرق كبير جدا المدرب النادي استراتيجية بتتعمل يومي مدرب المنتخب استراتيجية انت ممكن تعملها على مدار ست شهور وسنة واثنين عشان تعمل معسكرات وعشان تخرج ازاي وانك تنقل المنتخب ازاي او بالمعنى الاصح الخامات اللي انت عايز تعملها بطريقة لعبك رغم ان المنتخب المفترض عندك القماشة اعلى وافضل ان النادي انت عندك قيمة القيمة موجودة معك في النادي مرفوض عليك لكن انا منتخب ممكن اشوفها واختصرها لك في كلمتين في المنتخب المدرب اللي بيعمل طريقة اللعب في النادي اللعيبة هي اللي بتعمل طريقة اللعب بمعنى ان المدرب هو بيلعب مثلا 4-4-2 فياخد منتخبه على 4-4-2 السامل بدري مدرب نادي ولا مدرب منتخب او مدربش منتخب او مدرب نادي او مدرب نادي او مدرب المنتخب شايف كابتن اسم حسام البادري ينطبق عليه اكتر اي موديل من الاتنين انا انا ينجح اكتر كمدرب نادي ولا كمدرب منتخب انا شايف انه مدرب منتخب ينجح اكتر بشرط واحد في حاجات ممكن يتخلى عنها هيبقى افضل من كده الف مرة اشتركوا في القناة